قد يبدو مألوفا في المشهد السياسي بالعراق أن يتصالح الأعداء ويتحالف الغرماء ويتصدع حزب وتنشق كتلة لكن في جبهة وكلاء إيران كما يصفها معارضها يبدو الأمر أقل من غيرهم حتى جاءت الانتخابات البرلمانية الأخيرة فانشطر التحالف الحاكم إلى تحالفات فتح وحكمة وسائرون ونصر العبادي يقيل فالح الفياض من رئاسة هيئة ميليشيا الحجد ومستشارية الأمن الوطني لما قال إنها بدعوى إقحام الحجد والأجهزة الأمنية في الصراعات السياسية والحزبية لكن ما سبق من أحداث وما لحق تفيد بأن محاولات إيران نجحت بجر الفياض ومن معه من اعتلاف العبادي إلى التحالف الفتح فجاءت الإقالة كنوع من العقاب على شق عصى الائتلاف تحالف الفتح رفض من جهته قرار الإقالة وصفا إياها بالبادرة الخطيرة التي تتمثل بإقحام التصفيات الشخصية بالعمل الحكومي متهما لعبادي بالتعامل مع أجهزة الدولة وفقا لمصلحته الشخصية وفرض قبول الولايات الثانية شرطا لبقاء المسؤولين في أماكنهم انسحاب الفياضي من اعتلاف النصر قد يتبعه بحسب مصادر مطلعة انسحاب لنواب آخرين يتبعون لحزب الفضيلة ما يعني تضاؤل حضوظ العبادي بالفوز برئاسة الحكومة مقابل غرمائه في التحالف الفتح لكن الخلافة بين حلفاء الأمس ليس وليد اللحظة بل بدأ فور انتهاء الانتخابات وتقاطع الطرفين على المناصب الحكومية والوزارات المدرة للأموال فقبل أيام أصدر أبو مهدي المهندس نائب رئيس هيئة ميليشيا الحجد توجيهات لمقاتلي الميليشيات بالخروج من المناطق السنية ضمن إطار التفاوض السياسي بين الفتح وبعض الكتل السنية والكردية ليرد العبادي بقرار اعتبرته الميليشيات لي للأذرع فأبطل قرار المهندس ومنع تحريك التشكيلات العسكرية أو استحداثها إلا بعد التنسيق معه باعتباره قائدا عاما لقوات المسلحة لكن الفعل ورد الفعل يوحي بأن الصراع في بدايته فقط والأشواط الإضافية بين سليمان وماكورغ لم تنتهي بعد في فتح لنفت